في هذا المنزل في العاصمة الأردنية عمان يجتمع سامر ورفاقه مساء كل يوم للخوض في الشأن السياسي بعد أن قرر الترشح للانتخابات النيابية المقبلة ويحظى سامر بمؤازرة الأهل والأصدقاء في جهوده لتأسيس نواة للعمل المشترك وسقل برنامجه الانتخابي فضلا عن رسم خارطة ائتلاف قائمته الجديدة التي يحاول فيها التركيز على هموم الشباب ومشاكلهم في المجتمع خلال العشر أعوام الماضية من خلال عملي بالمجتمع المديني والمجمع الاقتصادين الشباب عملنا بالقرب مع مجلس النواب على عدد من القوانين كنا دائما يصيبنا إحباط من البعض داخل القبة واكتشفنا أنه التغيير مهما نشده مهما نقدر ما عم نقدر نوصله وعم نشتغل بالأخص على الشباب لأنه الشباب هم يجب أن يكون لهم دور فاعل في صناعة مستقبل حاضرنا كما في صناعة مستقبلنا وبهدف تفعيل دور الشباب وحثهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية المرتقبة في العشرين أيلول المقبل أطلق مجموعة من الشباب مبادرة تحت شعار نسيج تعمل مبادرة نسيج على عدة محاور المحور الأول هو محور مهم هو تعزيز المشاركة للشبابية في الانتخابات من خلال اختيار النائب الأفضل من خلال اختيار البرنامج الأفضل المثالي لطموحات الشباب اليوم نواجه مشكلة أيضا في الناخبين الأردنيين أن القانون الانتخاب ليس على وعي تام لدى الكل أيضا المبادرة سأخذ على عاطقها موضوع النشر والتوزيع ولكن وفي ظل هذه المحاولات الشبابية لدخول المعترك السياسي يبرز المال السياسي كأكبر تحدي في وجه الشباب للوصول إلى البرلمان إضافة للعادة والتقاليد الاجتماعية خشية من تأثير المال السياسي ليس على الشباب فقط ولكن على مختلف القطاعات وكلما كان الوضع الاقتصادي صعبا كلما كانت فرص انتشار المال السياسي أو المال الأسود كانت أكبر وحسب قانون الانتخاب الجديد يحق لمن أكمل 17 عاما أن يدلي بصوته وبذلك يزيد عدد الناخبين الجدد من الشباب إلى أكثر من 200 ألف ناخب سيمارسون حقهم في الانتخابات النيابية المقبلة وجوه شبابية جديدة تحاول الوصول إلى مجلس النواب الأردني الثامن عشر من خلال استقطاب الناخبين من فئة الشباب في ضرورة التصويت أولا والنأي عن ما يسمونه العادات والتقاليد الاجتماعية التي تفرض مرشح العشيرة حيدر العبدالي الحرة عمان اشتركوا في القناة